وقت الدروس مش عايزة حد منهم معانا ماشي طب أبوكي دافع في الأكل ده عشان تنطمسوك اللي عدا جوا دي لو أكلتنا لقمة هتشرطنا عليها بقية العوم اتطمني بابي هو اللي دافع دلوقتي ركيزي معايا وعملي زي ما أنا هعمل ماشي هنمسك السكينة كده والشوكة كده نقطع حدة اللحمة كده ونأكلها كده عادي جدا سهل جدا يلا ور يلا ماشي بسم الله الرحمن الرحيم انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ ماشي انا قلتلك ركيزي معايا وعملي زيه وانا عملت كده؟ يا اختي انا هنصور فيلم انا بحب اللحمة بالعيج موسيح انت لما تبقى تسافري بترجعي تبقى تاكل زي ما انت عايزة ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي أنا مفهوم؟ مفهومة ست القبي فضل هنمسك السكينة بإدنا اليمين والشوكة بإدنا الشمال نسبت حدة اللحمة كده ونقطعها كده وبعدين نروح أكلها كدة مممممممم �عدي جداً سهل جداً يلا دعونا هاكل ب sow ve استغفر الله العظيم يا رب ماليك هيدا طيب؟ هبادي ناوم يتجنيني مش انا هقولك! لما تبقى ترجاع tiltedعامل اللي انت عايزة واستخفر ربك יاي ب ما انت عايزة يلا انا بانت Dash دي شوينا في نا觸هان امش هوجي ك 어�w ich swear ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا حاضر هنا كده صح؟ برافو عليك ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ لسبوري بقى ستابر يلا هوي؟ طب ما سهل حوار الشوكة والسكين اهو عملالك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتي ده؟ قلتلك اعملي زي ما انا عملت يلا يا كوريا والنادي ياختي انت زهقتيني طب تصدقي؟ اهو ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقلي ما نتعلم الحاجات دي بقى قبله موقع مش عايز منديلي يا ابني الي ستورك منديلي منديلي يا ابني الي ستورك منديلي يا ابني هاتمشي ماشية مستقيمة ضهرك مشدود كتافك مفروضة رقبتك مرفوعة لفوق عينيكي بتبص قدامك مش عملة تتلفت يمين وشمل زي البورس رجليكي مقفولة ايه ده؟ رجليكي مقفولة ازاي؟ مقفولة كده كده هو ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصورة ومين قالك توقفي كده اوقفي زي اهو كده كده هو يعني تقريبا يا بيت انا كل ده هبل بالنسبالي اساس طب خذيك كبير اتي عارف ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء الواحدة واما بك عبلش والله هاي بسم الله ما شاء الله وتعليمت الكرام ده فين؟ في مترو الانفاق محطة ام المصريي ليه انا معارف هناك يعني يا اهلا وسهلا يا مرحب ارحب بيك اثنين يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا الله العظيم تلاتة بالله العظيم تلاتة السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير وبيقول لي ناس افاضل الله يخليك حاج حاضرات بقى والد ومش كده لا والدي تعيش انت دعم شكري زي والدي يعني كبير بطن البقر عندنا في المنطقة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا بيت يا هاجر انت جايبهولنا ده؟ شاي احنا عايزين الشربات شربات الارسام يا بيت اه خشيكو دلوقتي يا هاجر حاضر يلا فضالي 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 يا زينة بسم الله ما شاء الله ادبيه واخلاك ايه كيف بيوت الصعيد عندينا ربنا يحميها الشباب والاخ سايد بقى ان شاء الله اشتغاليه ابني سوكا حرصوصينو بسم الله ما شاء الله عليك اقبل ولادك وولاد امة محمد صلى الله عليه وسلم بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي وفي ايه حاجة كبيرة بيغني من غير مكرافون عنجرطه من لعلعة ان شاء الله بس انا ما عرفوش ومشوفتوش غير المرة اياها بتاعت الفرح انا حضرتك بقى قطيه الشباب بقى واحنا هو جايين من الباب اهو حضرتك لا مش هو الا هو انت مسمعتش الغنيوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا ومشه التكاتب كلها تغنيها وفي التلفازيونات والردجوهات مسمعتاش ولا غنيه لو اتحت حسن ابتكرنا بالنيس عليه يلا والا لا 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 خلاص 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 مالوش لزوم اصلا اختي الانيسة هجر كانت قالتلي يعني ان الاخ سايد عنده عربية مشروع كبدة واسجق ايوه جصده على عربية كبداجي اه اختي كبداك ايه واسبالك ايه وهباباك ايه وسخماك ايه انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من خمستاشر عشرين جنيه في الشهر دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطة بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله كباريه؟ اه اه جصده يعني تقولك انه شجال في مالها ليلة ليلة مين؟ ليلة مين؟ انا ما عرفش لليلة ولا ساعديه هو كباريه ايه في ايه اه ايه غاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل تساقات وحاجات دي كده يعني تصدق بالله ابني ده انظف واحد في الدنيا كله مهنم معتبر ومشهور ومحترم بيشتغل في كباريه محترم انت عارف لما البيرة تمشي قدامه كده ولا بيعبرها يقوللي ياما اقوللي يا واد هي البيرة دهية شكلها ايه لونها ايه يقوللي هي احمر ولا خضر ياما اقوله ايه مع ان هي صافرة بس هو ما ببقاش عارف يا عين انت عارف الخمرة دهيت بقى ملعلقتها قدامه كده هو ولا يعبرها انت عارف البنات المزز اللي هما يبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجالة يعني ويشربوا معهم الخمرة والكلام الحاجات دهية هو مؤدب ولا يهبوا ولا بيعبروا لا مؤدب محترم من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت عشان كده هوت ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهاردة علشان خاطر نطلب ايد اختة حضرتك الست هاجر لابني المحترم ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكة ايه رأي حضرتك بقى يا استاذ قلت فرصاي ده يا حجة الجواز ده يسمعه نصيب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة